من الجهات الليبية والأجنبية التي شاركت في اغتيال حفتر وكيف نقلت نصر المعدات العسكرية إلى السودان ولماذا يوزع المهربون أنابيب الأكسجين في تونس هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة هذا الأسبوع من بوليغراف أهلا بكم نفتتح برنامجنا كالعادة بأولى فقراته بروباجاندا وفيها نفند الأخبار الزائفة التي نعتقد أن وراءها الدوافع السياسية أخبار سد النهضة تتصدر في فبركات مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع إذ نشطت بعض الصفحات الوطنية المصرية في نشر أخبار عن السد لا أساس لها من الصحة أولها كان قبيل جلسة مجلس الأمن بساعات حيث أنها استنفرت بشكل جماعي لنشر صورة تمثيل فرعونية مع تعليق يقول الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية تقوم بنشر صورة الإله سخمة إله الحرب عند قدماء المصريين وهي تعني الغضب والحرب على أعداء مصر سخمة هي الوجه الآخر لحتحور في الديارة المصرية القديمة وحتحور تعني السلام وسخمة تعني الحرب المنشور المنسوب لوزارة الخارجية المصرية ليس صحيحا بالطبع وبشيء من البحث على صفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية اشرت مجموعة صور لزيارة نظمها سفير مصر في كندا يوم السادس من يوليو الجاري لعدد من المسؤولين بالحكومة الكندية إلى متحف التاريخ بمناسبة إقامة المتحف بالعاصمة الكندية أوتاوى ضمن سياق احتفالات السفارة المصرية بشهر التراث المصري لكن على كل حال بأس من أن نذكر بقصة الإله سخمة فهي متجذرة في التراث المصري القديم وتعود إلى العهد الفرعوني بالطبع سخمة هي إحدى شخصيات ثالوث مدينة منف وهي زوجة الإله رعوى والدة النفرتوم وكانت ربة الصحراء والأوبئة كما تقول الأسطورة قصة سخمة هي أصل حكاية أمنا الغولة الشهيرة ويقال إن ضحاياها سبعة أطفال وبذلك أصبح اسم سخمة رمزا للشر والفأل السيء ويعتقد البعض أن من اسمها اشتقت بعض المصطلحات العامية المصرية مثل سخام الطين وسخام البرك والحقيقة هي أن سخام هي كلمة عربية فصحة وتعني سواد القدر والفحم وتستخدمه لوصف السواد الشديد الأظرف من كل ما ذكرنا هو أن إله الحرب عند الفراعنة هو الإله منتو ويعرف بالسقر الحامي حامي بمعنى مدافع وليس حامي يعني سخم ما أخذ بالك يا مدير اللجان تحياتي خبرنا الكاذب الثاني عن سد النهضة أيضا ولحظنا مؤخرا نوعا من التجييش من قبل بعض الصفحات الوطنية المصرية بخطاب يروق للفئة المطالبة برد قوي وحاسم على قرار إثيوبيا المضية في التعبئة الثانية للسد تهافتت بعض الصفحات الوطنية المصرية في تداول خبر عاجل مفاده فتح مفيد توشكي مرفقة إياه بصور ومقاطع فيديو الصيغة التي نشر بها الخبر أوحت أن القرار تمهيد لاحتواء واستعاب المياه المتدفقة جراء عمل عسكري مصري يستهدف سد النهضة خاصة أن مفيدة توشكي شيدة منذ أكثر من عشرين عاما لتأمين مصر من المخاطر المائية المحتملة والاستفادة من فائض المياه لأغراض زراعية حق مصر في دفاع عن حصتها في مياه النيل ليس مسألة قابلة للمساومة ولا للنقاش لكن فبركة انتصارات وهمية ونشر أخبار زائفة تهدف لتضليل الرأي العام أمر يضر بقضية سد النهضة أكثر مما يفيدها نفي خبر فتح مفيد توشكي جاء على لسان رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان المهندس حسن جلال وأضاف أيضا أن المعلومات المتدولة بخصوص المفيد لا تمتب للواقعي نبقى في ملف سد النهضة وخبرنا الزائفة تالي أرفق مع صورة لعبد الفتاح السيسي رفقة أبي أحمد وتعليق أو عبارة في العنوان تقول ما تخفش يا حمادة وحياة الحجة ما هتستحمى إلا بأمر من المخابرات المصرية مع إضافة شتيمة لا داعي لذكرها تفاصيل اختراق الجيش المصري الإلكتروني لموقع سد النهضة الإثيوبي مع إضاحة أن قراصنا مصريين كتبوا عبارة الجيش المصري الإلكتروني مع صورة نسر عليها عبارة لا نترككم تمنعون عننا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطرب لكم سد النهضة على دماغكم وما إلى ذلك من الموجود في هذا المنشور المضحك المبكي أن أصل الخبر قديم ويعود لعام 2015 إذ نجح حينها قراصنة المصريون بالفعل في اختراق موقع سد النهضة بحسب ما نشرته مواقعه ووسائل أعلام مصرية اختراق سد النهضة أو موقع سد النهضة على الإنترنت لا يغير شيئا وتعطيل المشاريع الكبرى مثل السدود ومحطات توليد الطاقة يكونوا باستهداف إدارتها الإلكترونية مثل ما حصل لبعض الدول البلطيق وإيران وليس باستهداف موقع إلكتروني قد لا يوجد فيه سوى بعض المعلومات عن السد مستمرون 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 في تفنيد أخبار سد النهضة الزائفة فقد انتشر مقطع مصور بشكل واسع مع تعليق يقول قطار محمل بالمعدات والمدرعات والدبابات العسكرية متجه إلى السودان بعد جلسة مجلس الأمن سمعونا الصلاة عن رسول الله الجيش المصري الذي لا يقهر تحيا مصر اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد البحث والتمحيص والتحقيق والتدقيق أظهروا أن الفيديو ليس حديثا ولم يصور قبيل جلسة مجلس الأمن ولا بعدها وقد تم نشره في فبراير من العام الماضي على يوتيوب وقد كدنا أن نذكر زميلنا الموريطاني عبدالله الحاضر معنا دائما لكننا سنؤخر استخدام جملته الخالدة لخبر لاحق وأشكر زميلنا الموريطاني على السمك الذي أرسلوه إلى تونس دائما وأبدا في هذه الحلقة مع الصفحات الوطنية المصرية لكن هبد من نوع جديد فهي تروج لخبر عن محاولة اغتيال فاشلة لعبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للعراق مؤكدة أن تلك المحاولة كانت سبب تأخير القمة الثلاثية الصفحات الوطنية اللوذعية الألمعية أسهبت في ذكر تفاصيل محاولة الاغتيال فقالت إنه شارك فيها أكثر من جهاز مخابرات وسبب محاولة الاغتيال بحسب المنشورات الخزع بالية هو مبادرة عبدالفتاح السيسي المسمات بمشروع الشام الجديد وهو تحالف يضم مصر والعراق والأردن ويهدف إلى مد خط أنبيبي بيترول من البصرة في جنوب العراق إلى مصر مرورا بالأردن وإنشاء خط لنقل الكهرباء من مصر للعراق مرورا بالأردن أيضا كما سيقوم مشروع الشام الجديد بتوظيف العمالة المصرية في إعادة أعمار العراق لا نستطيع إلا أن نبدأ إعجابنا بالخيال الخصب لنشر هذا الخبر الزائف الذي هو زائف وليس صحيحا بالطبع لم تحدث أي محاولة اغتيال للرئيس المصري في العراق تأجيل زيارة عبد الفتاح السيسي للعراق نهاية شهر مارس الماضي كان بسبب حادث تصادم قطاري سهاج بحسب تغريدة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على موقع تويتر عقب الحادث وأعلن فيها تأجيل الزيارة لوقت قريب تضامنا مع ضحايا الحادث وبعد أن كادت أن تقضي علينا الصفحات الوطنية المصرية فإن الصفحات العربية المهووسة بالرئيس التركي رجب طيب إردوان أجهزت علينا بالفعل ونحن نشك أن أحد الملاعين بأفلام الخيال العلمي ألف الخبر التالي الذي يقول أمريكا تقول أو تصرح أو تعبر تركيا تمتلك درونات قاتلة كانت خيالا علميا قبل سنوات الاعتراف الأمريكي المزعوم لم يصدر عن أي مسؤول أمريكي لا في البنتاجون ولا في غيرها من الوزرات والمؤسسات الأمريكية لكنه مجرد مقال لرجل الأعمال الأكاديمي في فيكوادوى بصحيفة فورين بوليسيا الأمريكية حمل عنوان الروبوتات الطائرة القاتلة هنا ماذا نفعل الآن حذر خلاله من الروبوتات القاتلة التي كانت موضوع أفلام الخيال العلمي في الثمانينات مستشهدا بفيلم تيرميناتر للنجم أرنولد شوارزينيجير والتي لم تصبح فقط حقيقة واقعة بل تباع الآن بأثماني زهيدة من الممكن أن تقع أيضا في أيدي دول مارقة أو عصابة إجرامية أو أفراد سايكوباتيين أو مرضى نفسيين أو تهدد ميزان القوة في مناطق النزاعي أو السلام الهش وضرب الكاتب مثلا بالطائرة التركية التي طاردت أهدافا في ليبيا وإلى الصفحات العشوائية الليبية وهي صفحات وحسابات حيرة المراقبين والمحللين والمتابعين والمؤيدين والمعارضين والصديقين والكاذبين والمفبركين والمدقيقين والمذيعين والكاميرا والمان والكاميرا والمخرجين والمشاهدين حيث أنها نشرت خبرا عاجلا يقول عاجل إن لله وإن إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وهي مكتوبة لا يحزن لكن نكمل اغتيال المشير خليفة حفتر من قبل الاستخبارات التركية والإخوان المسلمين ما كانوا الاغتيال عندما كان في مزرعة عون الفرجاني في نزهة سوف يبقى اسمك في التاريخ مشرف يا مشير الإخوان في زبالة التاريخ في يوم الجمعة المبارك نسأل الله أن يتقبله برحمته وأن يجازيه بأعلى درجات الجنة وهي مكتوبة أعلى دراجات الجنة لا علي الخبر بالتأكيد لا أساس له من الصحة لأن اللواء المتقاعد ظهر في أكثر من لقاء معلمي مؤخرا بل وحتى تصل بي قبل الحلقة بقليل وقال لي أذكر هذا الأمر أنا ما زلت على قيد الحياة وقد نشرت صوره على صفحة القوات المسلحة التابعة له فقط معلومة للتدقيق طبع لم يتصل به لأنني لا أرد على اتصالاته وكما لم يقل الشاعر ولا بد من الخضراء وإن طال السفر بلد الحبيب تونس وخبر تروج له الصفحات الملوخية المختلفة لخبر عن حادث استدام شاحنة تنقل أنابيب غاز البوتان مع شاحنة لنقل الوقود الصورة أرفقت بتعليق ساخر يدعو سائقي الشاحنتين إلى إخراج الزكاة عن جميع التونسيين لعدم وقوع كارثة كبرى جراء الحادث وردا على تلك التعليقات المعصطة أي الخالية من أي فكاهة بل والسخيفة نستحضر الآن وفي مكانها جملة زميلنا الموريطاني عبد الله الحاضر معنا دائما فبركتا فيها وشكرا على سمك يا عبد الله فصورة قديمة تعود لعام 2017 وهي لحادثة استدام منذ القرب من مدينة أجادير المغربية وليست في تونس شكرا على السمك يا عبد الله ونختتم فقرة بروباجندا بخبر من تونس أيضا فقد انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر مهربين تونسيين ينقلون ويوزعون عشرات أجهزة الأكسجين على مرضى فيروس كورونا في أقسام الأنعاش المختلفة في البلاد شفاهم الله وعفاهم خبر روبينهود بنسخته التونسية زائف للأسف والصور المتداولة على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية تعود لعملية حجز سلع مهربة وسجائر من قبل الجمارك التونسية عام 2016 كما أن مصدرا من الديوانة التونسية نفى أن تكون أجهزة الأكسجين متوفرة بهذه الكثافة للتهريب نظرا للضغط المتزايد عليها في الدول المجاورة ولمفبركي الخبر نقول لهم باللهجة المصرية جاتكم نيلة وباللهجة التونسية برزامرو ومرة أخرى هذه فبركة تافهة وتحية لزميل من الموريطاني عبدالله الحاضر معنا دائما وفي كل خبر من أخبارنا الزائفة وأقول لهم مجددا شكرا على السمك يا عبدالله فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليجراف ابقوا معنا بعد الفاصل هل حل رئيس السنغال برلمان بلاده توفيرا للمال المهدور في جدالات تافهة؟ ولماذا اشتهرت قصة طائر النكد البائس؟ وما سر عشق الناس للعبة الصاروخ التي تؤدي إلى الموت أحيانا؟ مرحبا بكم إلى فقرة زيف عشوائي حيث نفند الأخبار التي لا نعتقد أن وراءها دوافع سياسية من أكثر الصفات التي كرهها العرب في الرجال الثرثرة والتشدق والتفايقه ولا أعرف ماذا كانوا سيقولون لو ابتلاهم ربي بمحرر هذا البرنامج الذي لا يكل ولا يمل من التدخين والجدال والحديث دون توقف سمحه الله أحيانا يبلغ بالأمر مداه ولا أستطيع تحمل هدره فأنشد قول المعري الدهر يصمت وهو أبلغ ناطق من موجز ندس ومن ثرثاري والموجز الندس هو الشخص قليل الكلام الخفيف على القلب تذكرني بنفسي الأسبوع الماضي فقدت أعصابي في أحدى الحوارات البيزنطية مع محررنا وتذكرت أبيات شاعر مغمور من العصر المملكي تقول ولو أنني أدعو الكلام أجابني كإجابة المأسور دعوة آسري لكن رأيت نبينا قد عابه من كل ثرثار وأشدق شاعري ما استحسنوا طول الخطابة بل رأوا تقصيرها مهما ارتقوا بمنابر فالعي في الإكثار لا في منطق يهدي إلى الألباب نفثة ساحري ولعل الرئيس السينيجالي انتبه نفس الشعور من أعضاء برلمانه الذين لا يتوقفون عن المراء فارواد من الصاتة وصل الاجتماعي العربية تدولون صورته مع تعليق يقول قمنا بحل مجلس النواب من أجل بناء مركز لإنتاج الطاقة الشمسية بلدي تحتاج الطاقة أكثر من احتياجها لنواب يأخذون رواتب ولا يفعلون شيئا سوى الثرثرة رغم أنني لا أشجع الفبركات إلا أنني أستمتع بالمنشور فهو أحلى على قلبي من العسل وكدت أن أقول للرئيس ماكي سال صح لسانك والله ورب طول في عمرك ويخليك لينا غير أن التصريح المنسوب إليه لا أصل له إذ أنه لم يتخذ قرارا بإلغاء مجلس النواب لإنشاء محطة طاقة شمسية ولم يصرح أن نواب البرلمان يتقضون أموالا ولا يفعلون شيئا الصحيح أن البرلمان السينيجالي صادق على مقترح تقدم به سال بعد أشهر من وصوله إلى السلطة يقضي بإلغاء مجلس الشيوخ وهي الغرفة الثانية للبرلمان فعلا قد تكون زائدة بحجة أنه يشكل أعباء مالية كبيرة دون جدوى وبتخصيص ميزانياته البالغة 15 مليون دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات في البلاد وقاتل قاتل بمعنى الكلمة أن ذاك أعضاء مجلس الشيوخ للحفاظ على مناصيبهم واستطهامات من المعارضة للرئيس السينيجالي بإقصائهم لإضعاف المعارضة لكنهم في النهاية خسروا التصويت المشتركة في البرلمان لا طاقة شمسية ولهم يحزنون وبالمناسبة لابد من وجود برلمان حتى لو كان هذا البرلمان سيئا ابن دانيال هو أشهر مؤلفي مسرحيات خيال الظل أو كاراكوز كما تسمى في اللغة التركية وفي بعض الدول العربية كاراكوز كاراكوز في تونس له ثلاث روائع كانت تمثل إلى عهد ليس بعيد في مصر المحروسة وهي خيال الظل وعجيب غريب والمتيم مسرحيات ابن دانيال ساخرة ومضحكة وتعكس مآسي المجتمع في زمانه وربما في كل زمان ورغم أن ابن دانيال شاعر وأديب إلا أنه كان ماجنا صفيقا لا يستحي ما يحشمش وإذا كره شخصا هجاه وأقضع في هجائه غير أن بعض أبياته تعجبني وتبرد لقلبي كما نقول مثل قوله رأيت سراج الدين للصفع صالحا ولكنه في علمه فاسد الذهن أستره بالكف خوف انطفائه وآفته من طفئه كثرة الدهن وهنا وصلت إلى غاية ومبتغاي وهو الصفع أي الكف أو الألم أو الراشدي كما في بعض اللهجات العربية فالناس تتداول صورة سيدة سمراء مرفقة بخبر عجيب على واتساب وإنستجرام وتويتر وغيرها ويقول الخبر سبيسي يوزا كاسي بوري نائبة رئيس أوغاندا حين صفعها زوجها قالت له قد صفعت نائب رئيس الدولة وهذا يستدحي تدخل الجيش بعد البحث تبين أن للقصة أصلا إلا أن الإضافة العربية كالعادة كانت حاضرة سبيسي يوزا وانديرا كازيبوي وهي سياسية أغاندية وأول امرأة تتولى منصب نائب رئيس في إفريقيا حيث تولت المنصب في أغاندا من عام 94 وتسعمائة وألف إلى غاية عام 2003 وبالفعل كان زوجها يصفعها بشكل دائم برغم منصبها إلا أنها لم تستدعي الجيش أو تهدد بذلك لكنها أعلنت خلال ندوة صحفية بمناسبة يوم المرأة العالمي أنها هجرت زوجها بسبب أنه يصفعها بشكل دائم ووجهت دعوة إلى النساء من أجل التمرد على العنف المنزلي ودعتهن إلى تلقي دروس في فنون القتال للدفاع عن أنفسهن أمام عنف الأزواج في البيت وأنا أساند هذه الدعوة لا أعرف الكثير عن الأديب نصف اليازجي إلا أنني أعرف عن سميه نصف زيتون الذي يقول أنا من وجع الماضي جيت أنا من أسوة هدني أسيت المهم نصف اليازجي له أبيات تصلح لقصتنا التالية يقول فيها وإله من عرص تحول مأتما ولذيذ عيش قد تحول علقما لم يضحك المسرور يوم سروره حتى بكى من بعده وتألم يا أيها الله بغفلته انتبه إن الحمام يحوم حولك في الحمى ربي يهديك أي أن الموت قريب منك ويتربص بك ما عرفش عليش الشعراء هذوم يحبوا يذكرون في الموت يقول شي عن الحياة يا جماعة المهم استحضرت الأبيات عندما رأيت ما أوردته صفحات على حسابي فيسبوك لمشاهير وأناس عاديين تروج لمجموعة صور لعروس حليقة الرأس خلال حفل زفاف مع تعليق يقول رغم معركتها مع السرطان وعجز الأطباء في علاجها تزوجها بحفل زفاف أسطوري قبل كل شيء وجب أن نقول هذا الله المفبركين والمفبركات الغافلين منهم والغافلات لأن العروس الظاهرة في الصورة سيدة برازيلية اسمها سينتيا سوزا والصورة تعود لعام 2018 وقت حفل زفافها إلى الموسيقار وقائد الأوركستر الشهير إمانويل فريرا علمت العروس بإصابتها بالسرطان في المعدة قبل ليلة الزفاف بشهرين ولكنها اتفقت مع زوجها على عدم التأجيل أما عن عجز الأطباء عن علاج سينتيا فريرا فهو غير صحيح حيث استمرت معركتها مع المرض حتى تغلبت عليها بعد أن قامت باستئصال المعدة وقالت إنها تكيفت مع الأمر وتأقلمت مع نظام غذائها الجديد ونشرت صورة جديدة لها نهاية أبرير الماضي بعد أن استعادت شعرها من جديد مع تعليق يقول لا يهمك تمشي ببطء طالما أنك لا تتوقف قصة جميلة ومحفزة مليئة بتفاؤل والأمل لكن جماعتنا يحبون الكآبة والقصص الحزينة المفبركة فبركة رؤوسكم المربعة إلى قصة مرت علينا أكثر من مرة لكن بأسلوب مختلف فهي تختفي ثم تعود كأنها طائر العنقاء الأسطوري هي صورة لطائرين لا يضحكان للرغيف السخن كما يقولون في بلاد الشام أو شايلين طاجنستهم كما يقولون في مصر المحروسة ولو كانوا ينطقون لسألتهم وش حارك رزكم كما يقولون في الحجاز أو بالتونس وبالمختصر السهل البسيط أشبيكم المنشور الأخير حول الطائرين العجبين الغريبين هاجت وماجت لأجله الصفحات والحسابات النسوية العربية على فيسبوك وتويتر واجأ فيه طائر النكد يعيش في سريلانكا دائما عابس الوجه ويحتل المرتبة الثانية بعد الرجل مسأكم ابتسامة تسر الوجوه ومع أنني فيمينيست مدافع صنديد عن حقوق المرأة ولا أزكي نفسي على النشطاء والنشطات إلا أن هذا المنشور كما يقول زميلنا الموريتاني الحاضر معنا دائما عبد الله تافه جدا شكرا على سمك عبد الله الرجل عموما ليس نكديا وخصوصا الرجل العربي لأنه لطيف حسن الهيئة والمنطق جميل السحنة جميل النظارات الشعر لكنكم تعشقون الأجانب أموركم هذهك عموما الصورة شهيرة والتقطعها المصور براتيك هومنبا كدكبادكار المتخصص في تصوير الطيور في ولاية كيرالا بالهند ونشرها في يناير من عام 2019 مع تعليق يقول طائر متموه للغاية يتخف بين الأوراق الجافة ما يصعب مشاهدته يتم العثور عليه في الغالب في الغابات الكثيفة في منطقة جاتسة الغربية في الهند ومنذ ذلك الحين وصورة تجداح السوشال ميديا تارة مع الدعاء أن صورة لطائر بوز الإخص وطارة أخرى على أنها لطائر يسمى طائر النكد مع تعليقات تدعي أنه دائما يكون عابس الوجه متكدرا منزعجا كره نفسه حياته عيشته اسم الطائر ليس طائر النكد بل طائر سريلانكا فاروج ماوس أو الطائر فم الضفدع السريلانكي حيث يشبه منقاره فم الضفدع وهو طائر صغير يبدأ في الغناء بعد حرول الظلام وهذا الطائر جاذب سياحي غير عادي حيث يحتل المرتبة الأولى في قائمة تمنيات مراقبي طيور من زوار سريلانكا والجادسة الغربية في الهند التنمر صلحت للحيوانات إلى آخر زيفنا العشواء وهو عبارة عن مقطع مصور مرعب للعبة ملاهي تسمى بالصاروخ في الدول العربية ويظهر المقطع اللعبة وقد تضاعف ارتفاعها بشكل مرعب ويسقط منها أشخاص معلقون بحبال من ارتفاعات شاهقة المقطع حظي بمشاركات واسعة على تويتر مع تعليقات مثل من البست فريند اللي نفسك تلعب معاه اللعبة دي وتعليق آخر يقول لو دفعوا لي فلوس مش لاعب وغيرها من التعليقات العجيبة الغريبة بالبحث العكسي عن حقيقة المقطع تبين أن الفيديو المتداول يظهر لعبة جيرو دروب في مدينة الملاهي الترفيهية لوت وورد ادفنتشر التي تقع في مدينة سؤول الكورية الجنوبية وهي العاصمة لكن المقطع تم تعديله رقميا ليبدو ارتفاع اللعبة أطول وأكثر رعبا أما اللعبة الأصلية فارتفاعها يصل إلى سبعين مترا فقط ولا يتضاعف ارتفاعها كما ظهر في الفيديو ولا يسقط منها الركاب بذلك الشكل المخيف كفاكم هبد رحمكم الله فاصل قصير نستكمل بعده فقراتي بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل في فقرة في العم نلقي الضوء على الأثر النفسي لجائحة كورونا ونراجع مقالا عن مدى إمكانية التعايش مع فيروس كورونا ومقالا آخر عن تغيير ماكرون لموقفه بخصوص حقوق الملكية الفكرية للقاحات مرحبا بكم مرة أخرى بمشقة بالغة تحاول دول العالم التحرر من قيود الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا منذ ما يزيد عن عام ونصف لكن التعايش مع هذا الواقع يخفي واقعا آخر أكثر خطورة فأعداد المشتكين من حالات القلق ونوبات الاكتئاب والرهاب حول العالم في ازدياد مستمر وملحوظ منذ بداية الجائحة ذلك ما يرصد بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي أعراض نفسية اقترنت بمشاعر الخوف من المجهول ومن الآخر المؤدي ومن الوظائف التي قد تفقد ومن الموت الذي اقترب كلما ذكر اسم فيروس كورونا وكلما قررت الحكومات طوعا أو كرها ادخال مواطنها في حالة إغلاق وحجرة التفاصيل في تقرير سارة آية خرصة كان الصمت وحده من يطبق على كل شيء الشوارع مغفرة والمدن منشورة كانت تلك صورة العالم كما لم يره أحد من قبله العالم الذي يختبر لأول مرة العسلة ففي الخارج كل شيء باعث على الخوف والخطر وما عاد يتسع مكان لأحده بعد أشهر من انتشاره خارج من شئه في وهان الصينية استشرس وباء كورونا وكان الناس يوصدون عليهم بابا فباب وقلة من يغامرون بالخروج من مخابئهم تلك لكن خلف الأبواب المغرقة كثر واجهوا معركة لا تقل فتكا عن الفيروس إنها معركة مع المجهول وفي ذات الآن تدى المستقبل الذي ما عاد أحد يقبض عليه بيديه الإقاع الأليف والرتابة التي صارت عليها حيات هؤلاء لسنوات نفسها صارت محل شك قوت يومهم غير مضمون وظائفهم لا ثقة في بقائها ومذخراتهم تقل يوما عن يوم من نجى من الإصابة بالفيروس إذن لن ينجو من الإصابة بداء الخوف والقلق ومن خرج للعالم بعد أشهر الحجر الطويلة واجهه هشا بصحة نفسية معتلة ولأن الجميع كان يحس بثق لتلك الأيام كان البعض يحاول أن يبدينوا عن من المقاومة على هذه الشرفات أطل من على صوته في وجه الخوف بالغناء لكن صورة العالم المحاصر بكل هواجس الوباء تلك تبدو أوضح على هذه الشاشات الصغيرة في مواقع التواصل الاجتماعي يبث الناس مخاوفهم وشكوكهم الخطاب الرائج هنا يقول مركز التحكم في الأمراض والوقاية منها الأمريكي يشين شيئا ما في سلوك فئات واسعة يتغير كان كثر يستشعرون أن الحزن يتسلل إليهم والرهاب يتربص بمشاعرهم كلما امتدت أيام الحجر باثوا أكتر كذرا ومزاجهم أسوأ إلى هنا التجأ كثيرون العالم الافتراضي أصبح ملاذا من العزلة الصارمة لكنه أيضا مساحة غنية لاستقاء المعلومات وتتبع النمط السائد في السلوك النفسي اتجاه أزمة غير معاشة من قبل كجائحة كورونا منشورات حسب إحصاءات صادرة عن مؤسسة كراون تينجو التي تعنى بتتبع البيانات على الصفحات العامة في فيسبوك ترتفع بالضراض في بلد كالولايات المتحدة الذي فتك فيه الوباء بحياة 600 ألف شخص أعداد المشتكين من معاناتهم مع القلق والاكتئاب بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي ارتفع مقارنة مع العام الماضي من 36.4 إلى 41.5% على منصة فيسبوك لم يتوقف البوح بتلك المعاناة التي يكتمها كثيرون فما يزيد عن 108 ألف منشور بحسب مؤسسة كراون تينجو يتطرق أصحابها لاتزانهم وصحتهم النفسية التي تضررت في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال الفترة المبتدة بين يناير الماضي والشهر الحالي كان الجميع يصوب الاتهام لجائحة كورونا ويرون أن ما يعانونه أحد تداعياتها طويلة الأند على انستجرام كان مشاهير عالميون يحثون متابعهم على الافصاح بما يوارونه من معاناة متراكمة في صمت بسبب ارتداد الجائحة على حياتهم وعلى مأكلهم ومشربهم النجم الأسترالي فليكس مالرد ظهر أمام جمهوره بقسمات حائرة يتساءل هل أنا مكتئب حقاً أم إنها الجائحة في الجواب على ذاك السؤال حمل النجم ما يعيشه من مشاعر للجائحة وللظروف التي ولدتها فيما كانت الممثلة الهندية الشهيرة راكولسينغ تلقن متابعها ساليب جديدة للاسترخاء في مواجهة القلق وباء كورونا وفي محاولة لتضامن مع من يتعرض لهذه الانتكاسة النفسية عدد الكوميدي الأمريكي جو روغان نشر منشور لأحد زملائه تحدث فيه عن محاولة صموده أمام الأفكار الانتحارية التي كانت تراوضه طوال ستة أشهر من الحجر ومن ابتعاده عن الحياة العامة على تويتر وإن خفت جرأة الحديث عن الاضطرابات النفسية في زمن الوباء من المؤسسات والمشاهير الذين يتابعهم الملايين لكن رغم تلك المنشورات القليلة بالمقارنة مع فيسبوك وانستجرام ظلت الأزمة بادية هنا ويتحدث عنها كثيرون ولا توهر بدأ العالم التعافي وينبيقاع حذر وبطيء من الرجة الكبرى التي هزته قبل سنة ونصف ويزيد وبدأ الناس يتعرفون مرة أخرى على ذواتهم التي شكلتها تجربة العيش في زمن الجائحة وعلى نفسياتهم التي تركت فيها أثراً قد لا ينمحي تطرح مؤخراً في بعض الأوساط الصحية مسألة التعايش مع فيروس كورونا وتقبله كأمر واقع وطبيعي مثل باقي الأوبئة التي عصرتها البشرية في التاريخ لا سيما بعد أن أثبتت تجارب فعالية اللقاحات في الوقاية والتخفيف من أعراض الإصابة الكاتبة ديفي سريدهار تناقش هذا الموضوع في صحيفة غاردين وتجادل في مدى واقعيته وما إذا كان قبول هذا التعايش سيود بحياة عدد أكبر من سكان العالم إن فتح المجال للناس لممارسة نشاطاتهم كما كانوا قبل انتشار الوباء وهنا تذكر سريدهار وتذكر بنجاح بعض البلدان بتحصين مجتمعاتها إلى حد كبير بمسارعتها إلى تطبيق إجراءات العزل وإغلاق الحدود بينما دفعت بلدان أخرى ثمناً باهضاً لتأخرها في هذه الإجراءات كما حدث مع الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا عندما استسلموا لنظرية مناعة القطيع لكننا الآن في مرحلة مختلفة تماماً ففعالية اللقاحات وصلت إلى نسب كبيرة في الوقاية والاستشفاء وعدد المطعمين يزداد يومياً حول العالم فما الذي يمنع من استئناف الحياة العادية وتقبل وجود فيروس خطير بيننا ونحن نملك الأسلحة المناسبة له تجيب الكاتبة على هذا السؤال انطلاقاً من خلفيتها الأكاديمية بوصفها أستاذة في الصحة العامة بجامعة إدنبرا أن هذا ممكن ولكن مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر فتكاً فإننا بحاجة للتريث واستكمال مراقبتنا للمعطيات والأرقام التي ترصد تطور المتحورات وبالتالي المتحور دلتا الذي ظهر لأول مرة في الهند نهاية العام الماضي ومن ثم يمكن البحث في قرار التعايش مع الفيروس وتقترح أن يبنى أي قرار بعد معرفة النسبة المئوية من المصابين بالمتحور الذين سيحتاجون إلى العناية المركزة وما مستوى الاستشفاء ومدته وبهذا تتجنب سريدهار تقديم إجابات سهلة وضعة اشتراطات صارمة قبل الترويج لفكرة التعايش مع الفيروس ومتحوراته مع إدراكها لتبعات الإغلاق التي لا تقل خطورة عن تفشي الوباء فالاستمرار في قفل المصانع وتوقف الإنتاج يدخل العالم في نفق أزمة اقتصادية خانقة تعادل في أثارها استمرار الوباء استوقفنا مقال في صحيفة ليبراسيون فرنسية للكاتبة بولين مولو تناقش فيه اضطراب موقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بخصوص رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا افتتحت مولو مقالتها بتساؤل طرح على موقع تويتر بتاريخ الشهر المنصرم يقول بعد سبعة أشهر من المناقشة هل وصلنا إلى لحظة حاسمة في المناقشات حول رفع براءات الاختراع للقاحات في معرض الإجابة على السؤال تذكر الكاتبة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أيد الفكرة ولحقته في ذلك عدد من المنظمات الدولية وقادت بعض الدول وكان من بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ثم تنقل مولو تهكم المعلقين الفرنسيين من موقف ماكرون المفاجئ وتمحكه بالرئيس الأمريكي لتبين أنه أي ماكرون نقض نفسه حول هذه المسألة فالرئيس الفرنسي أكد أن مواجهة الوباء في هذا الوقت أو في الوقت الراهن لا تقتضي رفع براءات الاختراع عن اللقاحات بل زيادة القدرة الإنتاجية الأكثر من ذلك هو أن ماكرون قال في مقابلة مع الفانانشل تايمز في شهر فبراير أن رعاية حقوق الملكية الفكرية ضرورية لدعم الابتكار كما أنه كرر نفس العبارات تقريبا في الثالث والعشرين من أبريل في كلمة ألقاها في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية فقال نسمع الكثير عن نقل الملكية الفكرية أو عدم وجودها وهذا كما نعلم اليوم ليس هو الموضوع لكن الأمر يتعلق بنقل التكنولوجيا وتعبئة القدرات الإنتاجية لكن والكلام لمولو بعد أسبوعين لوحظات غير واضح في الخطاب حيث اقترح إمانويل ماكرون تعليق حقوق الملكية الفكرية كحل أخير ليناقض نفسه مرة أخرى وتختتم بولين مولو مقالها بتصريح لوزارة الصناعة الفرنسية فحواه أن الوضع لم يتغير والمهم هو أن تكون هناك قدرة إنتاجية كافية وأنه ربما في مرحلة ما يمكن أن تتحول براءات الاختراع إلى عامل معرقل لوصول اللقاحات إلى الدول الفقيرة لكن الموضوع اليوم هو القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا لتدريب المهنيين نشرت مجلة لوبس الفرنسية مقالا عبرت فيه عن قلق المسؤولين في البلاد من سرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كوفيد 19 وطرحت المجلة فكرة الاستفادة من التجربة البريطانية في التعامل مع المتحور المجلة اعتمدت على أرقام المصابين بالمراض في المملكة المتحدة منذ ظهور متغير دلتا ففي وقت مبكر من منتصف شهر مايو أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المملكة المتحدة كانت الدولة الثانية بعد الهند التي تعرف نشاطا كبيرا للمتحول دلتا يقول المقال إنه وفقا لموقع الصحة العامة في إنجلترا فإن عدد الإصابات تضاعف في غضون ثلاثة أسابيع فيما واصلت المملكة المتحدة حملة تطعيم فعالة بشكل خاص رغم أن البريطانيين يثقون في لقاح أسترازينيكا بينما في فرنسا يستخدم لقاح فايزر بشكل أساسي في تطعيم المواطنين بنسبة تقارب 79% من الكميات المستخدمة يوميا من الجرعات تتساءل المجلة ما إذا كانت هناك إمكانية لأن ينشأ وضع مماثل لما هو حاصل في المملكة المتحدة في فرنسا فتجيب أن السلطة التنفيذية تتوقع ذلك بالفعل رغم ذلك تنهي المجلة مقالها بشكل متفائل فالنماذج الرياضية التي أعدها معهد باستورا الفرنسي بالطبع توضح أنه من الممكن ارتفاع الإصابات في الخريف لكن مع نجاح حملة التطعيم سيكون الجهد المطلوب للسيطرة على الوباء أقل بكثير مما كان عليه في الموجات السابقة فاصل قصير نستكمل بعده بفقرات بوليغراف بقوما بعد الفاصل في فقرة الأدوات نتعرف على أهم المواقع المعنية بفرص التدريب للطلاب ونجري حوارا حول الأزمات المختلفة التي تشهدها تونس ونحلل الحوار حول انهيار المنظومة الصحية في تونس مرحبا بكم مرة أخرى في فقرة أدوات هذه الحلقة سنقدم لكم أهم المواقع العالمية للبحث عن الوظائف للخريجين والتي تعد اختيارات ممتازة لمن يبحث عن وظائف بدوام جزئي أو أدوار تطوعية أو تدريب داخلي تدرج بعض المواقع جميع أنواع الأدوات المساعدة للحصول على فرص التدريب بينما يركز البعض الآخر أكثر على اختيار مهني معين أو مجال اهتمام معين المزيد في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعيش تونس وضعا وبائيا كارثيا نتيجة التفشي المستفحل لوباء كورونا وهو ما يدفع قطاع الصحة إلى حافة الانهيار وفق ما أكدته المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علي بن علي أكدت أن المستشفيات في تونس وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وكوادرها تكافح لتوفير الأكسجين هذا وقد نجحت تونس في العام الماضي في احتواء الموجة الأولى لوباء كورونا لكن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد دفعت بالحكومة للعدول عن فرض عزل تام على المستوى الوطني لاحتواء الموجة الثانية كما أن القطاعة السياسية بين أقطاب سلطة تونسية تفاقم الوضع سوءا وتهدد مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس في ظل فشل المبادرات لحل حالة الأزمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننضم إلينا من تونس الصحفية والكاتبة انتصار عنتر ورحبوا بك في بوليغراف أهلا وسهلا مع دخول الأزمة السياسية شهرها السابع وفشل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في ربما هو بين الرئيس ورئيس البرلمان والحديث عن إجراء انتخابات مبكرة ما هي الحلول الدستورية الممكنة الآن في ظل هذا الوضع الاقتصادي والصحي الصعب جدا حاليا ليست هناك بوادر لانتخابات مبكرة في تونس لأن الانتخابات المبكرة تستوجب إجماع جميع الأطراف في الصحة السياسية من أحزاب حاكمة ومنظمات إجماع حول القيم بانتخابات مبكرة حاليا تم تسجيل دعوة صريحة من الاتحاد العام التونسي للشغل عن طريق على لسان الأمين العام نوردين تابوبي في المؤتمر الغير عادي الذي عقد منذ أسبوعين والذي دعا فيه إلى إعادة الأمانة إلى أهلها مخاتبا رئيس الجمهورية بحده وهي دعوة مباشرة تسجل على لسان الأمين العام لأول مرة دعوة مباشرة إلى انتخابات مبكرة وقد بدت لهجته على غير العادة تصعيدية وغاذبة تجاهها رئيس الجمهورية بعد أن شكك في جدوى هذا الحوار رئيس الجمهورية ورفضه ضمنيا عندما رفض الحوار مع أطراف معينة في تونس في إشارة إلى بعض الأحزاب التي يتهمها بالفساد وبالخيانة طبعا هو لم يشر إليها بالأسم يعني ما عدا الاتحاد العام تونسي للشغل أو بعض الإشارات من رئيس الجمهورية التي لم تكن صريحة هو كان يلوح دائما بالفصل الذي ذكرته نذال وهو الفصل رقم 80 والذي لا تتوفر حاليا المعطيات نذال في الواقع عمليا لا تتوفر المعطيات التي تخول اعتماد الرئيس لهذا الفصل صحيح أن الفصل يعطي لرئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات لكن يجب أن تتوفر عوامل موجودة نقاط موجودة في هذا الفصل وأهمها الخطر الدهم مثلا نحن لسنا في مجال تحليل هذا الفصل القانوني وهو من اختصاص الرجال القانون ونساء القانون لكن هناك نقاط واضحة في الفصل غير متوفرة الآن يعني الحلول الدستورية الموجودة الآن في تونس نعم لتغيير وضع الرأي على هذا الفصل نعم الحلول الدستورية غير متوفرة برأيك يعني الحلول الدستورية غير متوفرة وللأسف الحلول الدستورية بالعكس الدستور يعني مثل ما قال رئيس الجمهورية في عدة حالات به أقفال تصعب حل هذه الإشكالية السياسية في تونس مع تشتت السلطة وهذا ما أدى بالعديد من الأطراف في تونس وإجماع الرئيس والأحزاب الحاكمة وحتى أحزاب المعارضة على الدعوة إلى تغيير النظام الانتخابي وربما نظام السياسي في تونس وتنقيح الدستور في ظل أيضا رفض الرئيس أن يختم قانون المحكمة الدستورية ويعني سياسة الأذنس ثم الفصل يحتم نعم اسمحي لي فقط لأطرح عليك السؤال التي ينتهجها في المقابل هناك حالة غضب شعبي كبيرة تتنامى في الشارع التونسي ربما حادثت شاب وسام جبارة الأخيرة وذلك الدعم الشعبي ويسام جبارة إيقاف ويسام جبارة نعم شتم رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ورئيس المغلمان وكان هناك دعم شعبي كبير جدا له وكأن الجميع موافق على ذلك أسلوب هل يتوقع أن تكون هناك ردة فعل شعبية جدية تجاه الطبقة السياسية إجمالا وليس اتجاه شخصية أو حزب معين بحد ذاته نعم هو يبدو الإجمال على رفض هذه الطبقة السياسية بالكامل من طرف التونسيين مع الأزمة الصحية الأزمة الصحية هي التي عمقت الجراح والتي عمقت الأزمة السياسية ثم أن الأزمة السياسية بدورها تعمق الأزمة الصحية هذا ما يحصل للأسف في تونس هو حالة الغضب موجودة من المجتمع المدني خاصة ومن التونسيين أيضا في الأسبوع الأخيرة والأشهر الأخيرة بعد المتابعة القضائية العسكرية لعدة مدوينين ولعدة ناشطين وهذا مؤسف في تونس تونس الديمقراطية الناشئة وتونس الانتقال الديمقراطي وتونس الجديدة تم إيقاف وسيم جبارة لمجرد أنه شتم الرؤساء الثلاثة والسلطة في تونس بصفة عامة لأنه عاجز عن إيجاد الدواء لولدته المريضة المصابة بإداء كوفيد-19 قبل وسيم سجلت العديد من المحاكمات العسكرية وقفت الناشطة أمينة منصور وللأسف أمام القضاء العسكري بتهمة شتم رئيس الجمهورية على شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة فيسبوك وتم توجيه لها تهمة الشتم قبل ذلك تم محاكمة أحد المدوينين والحكم أطلق مواجهته يعني بالحكم بالسجن لثلاثة أشهر لأنه انتقد السلطة الحاكمة خاصة رئيس الجمهورية هناك خوف وتوجس من انتقادات حادة من المجتمع المدني توجيه المحاكمات العسكرية للناشطين في تونس نعم اسمحي لي فقط بسبب الوقت فقط أريد أن أضيف على هذه الفكرة لأختم بها سؤالي يعني كل هذا الغضب مع الوضع الصحي الكارثي هل يمكن أن يؤدي إلى تحرك شعبي عفوي ولا أقصد بالضرورة يعني مدفوعا من اتجاه سياسي معين حاليا نعم نعم حاليا هناك التحذير لتحرك شعبي عارم رغم الترتيب الصحية بالبلاد والحجر الموجه حاليا يتم الدعوة إلى مظاهرة ضخمة يوم 25 جوليا بمناسبة أعلان الجمهورية هو عيد الجمهورية في تونس يوم 25 جوليا تتم تعبئة من بعض الأطراف يعني هي تعبئة شعبية تتم على شبكات التواصل الاجتماعي مع ظهور هاشتاك جديد 25 جوليا كلنا في الشارع يعني بدفع من أطراف سياسية معينة مناهضة للسلطة في تونس وخاصة خاصة الحزب الأغلبي في البلاد من تونسي هناك إمكانية لتحرك عفو وليس لتحرك ندفوع من أطراف سياسية التحرك العفوي إن حصل سوف يكون محدود نذال لأن الترتيب الصحية والانتشار الكبير المتحورات يعني متحور الدلتا والمتحور الهندي في تونس تبدو واسعة والأعداد الوفيات تتفاقم والعدوى تتفاقم يعني تقريبا تونس تسجل حال يوميا أكثر من 9000 بمعدل 9000 إصابة يوميا و190 وفات تبدو التعبئة الشعبية يعني النزول الشعبي العفوي للشارع يبدو صعب هل هناك وعي لداء التونسيين أو هل يتشارك التونسيون فكرة أن الطبقة السياسية بالطبقة الحاكمة بالطبقة المعارضة تشاركت يعني في إخراج الناس للشارع تشاركت في نقل العدوى تشاركت في يعني صنع حالة الإهمال والتسيب التي وصفت بها كثير من التونسيين سبب انتشار عدوى كورونا في الفترة الأخيرة فعلاً إن كان هناك إجماع في تونس فهو إجماع شعبي على تحميل الطبقة السياسية بأحزابها الموجودة في الحكم بأحزابها الأغلبية في البرلمان بأحزاب المعارضة بالمنظمات يعني كافة كل طبقة السياسية برئيس الجمهورية بمؤسسة رئيس الجمهورية التونسيون يحملون والمجتمع المدني أيضاً يحمل الطبقة الحاكمة مسؤولية فشل مواجهة فشل إدارة الأزمة الصحية في تونس ويرون أنها لا تتحمل مسؤولية التسيب بل تتحمل مسؤولية عدم وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الوباء رغم مرور أكثر من سنة من تسجيل أول حالة أو الإصابة بكوفيد-19 في تونس يوم 1 مارس 2020 يعني أكثر من عام ورغم ذلك لم يقع وضع استراتيجية واضحة لذلك التونسيون يصبون جامع غضبهم على هذه الطبقة السياسية ويرون أنها طبقة سياسية مفلسة ولا تقدم شيئاً للتونسيين في المقابل الحكومة لديها وضع اقتصادي صعب جداً يستحيل تقريباً معه القيام لإجراءات الغلق كما حدث في السنة الماضية في الأثناء هل يمكن للشارع التونسي ولمواطن التونسي بعيداً عن القرارات الحكومية وبعيداً عن المشاكل السياسية أن يجد هذا الحل الشعبي الحل الأهلي العفوي لواصل حياته هو يمر عبر أزمة كورونا بأقل التكاليف هو المجتمع المدني في تونس والمواطنون يحاولون القيام بمبادرات تعفوية مبادرات شعبية ومبادرات تنتمي أيضاً إلى نشاط يمكن أن نضعها في خانة أنشطة المجتمع المدني وهو منواجب المجتمع المدني القيام بمثل هذه الأنشطة يعني إضافة إلى الالتزام بالحجر ومحاولة الالتزام بالحجر رغم بعض التسيب الذي سجل من قبل السلطات يعني السلطات تتهم في بعض الأحيان تونسيين بالتسيب وعدم تنفيذ الترتيب الصحية إضافة إلى ذلك يقوم تونسيين بمبادرات فردية ومبادرات جماعية محدودة لتوفير مكثفات الأكسجين للقيام بمبادرات للتنقل المرضى ببيوتهم لتوفير أطباء بالبيوت مع مبادرة كوفيدار التي قام بها الأطباء يعني هم أطباء ولا ينتمون إلى مجتمع المدني أطباء أحرار قاموا بمبادرة في هذا السياق لإسعاف المرضى في بيوتهم هناك بعض المحاولات لكنها تصدم دائما بعدم توفر الإتار اللازم مثلا قام المجتمع المدني في محافظة بن عروس جنوب تونس العاصمة بتركيز مستشفى ميداني لكن استدم المجتمع المدني بصعوبة الحصول على رخصة لجلب المرضى بهذا المستشفى نتيجة الافتقار إلى توفير طبيب يعني لم يتم توفير طبيب من طرف وزارة الصحة بحكم النقص الفادح في الإطارات الصحية بالوزارة يعني حتى هذه المحاولات النظال التي يقوم بها التونسيون أو المجتمع المدني تصدم في نهاية المطاف بعدم استعداد السلطة وبعدم وضع استراتيجية واضحة من طرف السلطة لمقاومة الوباء يعني يتم العودة دائما إلى هذا المعطا نعم إذن فشل حكومي يرفقه غضب من الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها في ظل توجس من الوضع الحقوقي وحرية التعبير التي كفلتها الثورة أشكرك شكرا جزيلا انتصار عن تارى الكاتبة والصحفية تونسية كنت معنا من تونس ونرحب بك دائما في بوليغراف في الأسبوع الأول من شهر يوليو والجاري سجلت تونس أعلى معدل للإصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19 منذ بداية جائحة كورونا وصل العدد الكلي للإصابات في 11 من يوليو إلى نحو نصف مليون إصابة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16494 حالة وفق ما أعلنته وزارة صحة التونسية المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علي أعلنت أن النظام الصحي في تونس نهار بسبب نقص الأكسجين وعدم توفر أسرة شاغلة وزارة الصحة التونسية أصدرت بيانا بعد تصريح بن علي أكدت فيه أن النظام الصحي لم ينهر وأوضحت أن سلالتي ألفا ودلتا وراء الأزمة الصحية غير المسبوقة في البلاد وزارة الصحة أعلنت أن مليونين ومائتين وستة آلاف وتسعمائة وثمانين مواطنا تلقوا لقاح ضد فيروس كوفيد 19 وأن مليون وخمسمائة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة وستين تلقوا الجرعة الأولى وستمائة وستة وسبعين وألفا وستمائة وثلاثة عشر تلقوا الجرعة الثانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على الأزمة الصحية في تونس مستخدمين عددا من الوسوم على تويتر وفيسبوك وإنستغرام منها تونس تستغيث أنقذ تونس تونس تقاوم إلى كل دول العالم أنقذ تونس وهاشتاغ وين التلقيح أدواتنا الرقمية كشفت أن وسم تونس تستغيث كان الأكثر انتشارا على مواقع التواصل إذ استخدم الوسم في حوالي 2686 منشورا أصليا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام في الفترة ما بين التاسع عشر من يوليو إلى الثاني عشر من يوليو أول حساب استخدم الوسم عبر موقع تويتر غير موثق ولا يعرف صاحبه ويحتوي على صور ومعلومات عامة الحساب الثاني الذي استخدم وسم تونس تستغيث كان عبر محادثة على تويتر والحساب غير موثق ولا يحمل أي معلومات شخصية ودعا صاحبه إلى رفع البلاء عن تونس المنشور الذي لقى أكبر نسبة تفاعل باستخدام وسم تونس تستغيث كان من صفحة الموثقة للممثلة تونسية در زروق على فيسبوك في التاسع من يوليو وحصد أكثر من أحد عشر ألف إعجاب و1254 تعليقا وتمت مشاركته نحو 75 مرة أما على تويتر فإن الحساب الذي تصدر التغريد بوسم تونس تستغيث يعود لشخص يدعى علي الزنتاني ويظهر البحث استخدامه للوسم 113 مرة وغرد لأول مرة مستخدما الوسم في التاسع من يوليو الحالي ويأتي ثانيا حساب يسمى بفدوى نور وقامت صاحبته بالتغريد عبر وسم تونس تستغيث حوالي 46 مرة أولها كان في الثامن من يوليو منشئ الحساب وضع المغرب كمكان للإقامة وعلم المغرب إلى جانب الإسم وبعد القيام بالبحث والتدقيق تبين أن أكثر من 9% من الحسابات التي غردت ونشرت وسم تونس تستغيث أنشئت في يونيو ويوليو من العام الحالي وبعضها يحمل أسماء وأرقام عشوائية ولديهم أعداد قليلة جدا من المتابعين كما أن وجود التونسيين على تويتر منخفض مقارنة بوجودهم في باقي وسائل التواصل وخاصة في فيسبوك المحزن في تتبعنا الحوار المجتمعي حول الأزمة الصحية في تونس وأنه لم يكن هناك حوار هادئ ومنطقي بين المؤثرين في المجتمع حيث تحول موضوع انهيار المنظومة الصحية إلى ساحة حرب جديدة بين التيارات المتصارعة في البلاد في ظل نشوء حالة غضب وغليان شعبي أدت إلى ظهور حالات من الصراخ ومن الشتيمة في مواقع التواصل الاجتماعي ونتابعها وننتظر نتائجها في الأيام والأسابيع القادمة بهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من بوليغراف إذا كنتم تشاهدوننا عبر التلفاز أو عبر منصات العربي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم مشاهدة المزيد من القصص التي لم يتسع وقت الهواء لها وذلك عبر يوتيوب انتظرونا الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن مع حلقة جديدة إلى ذلك الحين في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر